فإن المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا حتى الثالثة التي يطلق فيها خليفة حفتر ساعاته الصفرية الفاشلة والتي كان آخرها حديثه عن ما سماه ببدء ملامح المواجهة الحاسمة لتحرير البلاد من المحتل التركي والمستعمرين الأجانب في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال التاسع والستين الذي كان قد شارك في الانقلاب على أحد رجالات الاستقلال الملك دريس ولعل المفارقة ليست هنا فحسب فرجل الرجمة الذي يتحدث عن وجوب دحر المحتل والمستعمر الأجنبي يستعين في الوقت نفسه وفي المناطق الخاضعة لسيطرته بثمانية قواعد أجنبية يحتلها المرتزقة الروس والإماراتيون والفرنسيس وغيرهم من الجنسيات الأجنبية على عكس ما يسميه بالاحتلال التركي الذي جاء إلى ليبيا عبر اتفاق رسمي معلن في الأمم المتحدة فضلا عن كونه أنه محدد بزمن بدئه وانتهائه وأكثر من ذلك لا يزال حفتر وهو المدحور من العاصمة وأسوارها بهزيمة كبرى يهدد بحرب أخرى حول مناطق السرط والجفرة بحجة ما قال إنها تواصل لعمليات التحشيد وبناء الغرف العسكرية في المنطقة قائلا بأن ملامح المواجهة الحاسمة تلوح في الأفق وفي رد له على تصريحات حفتر يقول المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد جنون وإن عدتم عدنا ولن نقبل بأي سلام مع المجرمين والمعتدين مؤكدا بأن مكان حفتر وميليشياته السجون وتقديمهم لمحاكمة عادلة إلى جانب تأكيد وزير الدفاع صلاح النمروش استعدادهم لصد أي عدوان محتمل وتحذير آخر من آمر منطقة العسكرية الغربية أسام الجويلي بأن العواقب ستكون وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال أو يسعى لإشعال فتيل الحرب من جديد ومع هذه التحذيرات الجديدة باندلاع الحرب مجددا تعود تساؤلات حول مصير الاتفاق العسكري الموقع بين اللجنتين العسكريتين في جينيف ومساعي فتح الطرقات وإنهاء كافة التوترات فضلا عن الآلية التي سيخرج بها آلاف الأجانب من المرتزقة في ظل ما يبدو نكرانا لوجودهم من قبل حفتر وميليشياته وإرسال المرتزقة والسلاح وإرسال المرتزقة والسلاح ترجمة نانسي قنقر